السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد كناكري أومد واليوم عنا تغطية لحدث سامسونج أنباكت لعام 2021 شوفنا فيه منتجات مميزة كثير المنتجات التي أعلنت عنها سامسونج اليوم أولها تليفون Z Fold 3 تليفون Z Flip 3 الهواتف القابل للطيم من سامسونج زائد ساعة الجالكسي بوتش 4 والفور كلاسيك وسماعات الجالكسي بوتز 2 نبدأ بأول منتج هو تليفون Z Fold 3 الإصدار الثالث من تليفون سامسونج لفلاكشب القابل للطيم لسعره 2000 دولار تقريبا يجي بثلاث ألوان أسود فضي ورمادي سيبوني من تسميهات سامسونج للألوان أنا أعطيه كل لون زي ما أنا شايفه وأميزت هذا التليفون أنه لما يكون unfolded والشاشة مفتوحة حجمها 7.6 إنش وتعطينا تجربة قريبة جدا من تجربة تابلت سواء كنت بتاعت تستهلك محتوى تحضر ولا تلعب جيمز ولما تسكر التليفون بعطينا تجربة تليفون عادي سواء كان من واقع الكاميرات أو الشاشة الخارجية لقياسها 6.2 إنش وفي عنا سماعات ستيديو مخصوص للسماعات الخارجية من هون ومن هون عشان تعطينا تجربة صوت جدا ممتازة المفروض بعدما جربنا لغاية الآن والمفصل تابعه بالجيل الثالث صار متطور كتير أنا متابع أخبار Z Fold ولكن ما جربته قبل هيك ولما يكون مفتوح بيكون رفيع جدا طبعا إحنا اللي بيهمنا من هاتف زي هيك بالقناع عندنا بكمبوتر إنه نعاينه معاينة أداء طبعا معاينة أداء معناتها رح نمسك التليفون ونضغطه باستخدام ألعاب برامج إنتاج واستهلاك محتوى برامج ملتي تاسكينج تعدد مهام وبرامج أصلا بتقيس أداء التليفون ونشوف النتائج سواء كانت حرارة ولا فريمات ولا تجربة استخدام بشكل عام رح تكون سلسة ولا لا لأنه هذا التليفون في معالج لسناب دراجون الجديد الثمانمية وثمانية وثمانين اللي هو من أقوى المعالجات الموجودة على التليفونات مع كرت شاشة الأدرينو 660 ورام 12 جيجا بايت هذا العتاد اللي موجود داخل التليفون مفروض يكون خرافي جدا ويعطينا تجربة جدا 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 ممتازة المعالج بمعملية 5 نانوميتر وعليه 8 أنوية وبيجي بسعة داخلية 250 أو 512 جيجا بايت وبطبيعة الحال بدعم 5G ومع أنه وضوح الشاشة مش اعتيادي 2208 بـ 1768 بيكسل ولكنها بتيجي بـ 120 هرت يعني بتشغل الألعاب لغاية 120 فريم بالتاني حجم بطالية التليفون 4400 ميل أمب آور مفروض تكون كافية ولكن بعد الترجمة بنحكي لكم إن شاء الله الكاميرات الخلفية ثلاث كاميرات كل واحدة 12 ميجا بيكسل وايد ألترا وايد وتلفوتو وكاميرا السيلفي أرمعة ميجا بايت أندر ديسبلي يعني مفروض تكون مخفية وأنتم شغلين أبليكيشن فيه إكسسورات اختيارية لهذا التليفون يعني ما بتيجي مع الصندوق لازم أنت تشتريها بس إذا عملت بري أوردر أو طلب مسبق ممكن تحصلها حسب البلد أنت موجود فيها اللي هي الحافظة الجلدية تبعت التليفون وللناس اللي مش تاقة لتليفون النوت في قلم الأسبن المخصوص للفولد في الفولد اديشن غير البرو بيجي فولد اديشن مخصوص لهذا التليفون طبعا تيجي بألوان متعددة وأكثر من حجم أو شكل وخذوها من تجربة شخصية لحدة جرب أكثر من إصدار من تليفونات الجالكسي نوت الاسبين مع أنه اختياري بهذا التليفون لازم تجيبه لأن تجربة الكتابة مع الشاشة الكبيرة صراحة جدا ممتازة تنويه أنه هذا القلم بيشتغل فقط مع الشاشة الداخلية أو المفتوحة مش مع الشاشة الخارجية ولكنه كافي وزيادة بتقدر تأخذ فيه ملاحظات ترسم حتى فيه له تطبيقات جدا جدا جميلة إنه بتكون فضلا تحضر فيديو أو بدك تعمل سيرتش على جوجل أي شيء بتقدر تكتب فيه تكست بإمكانك تكتب التكست أوتوماتيكلي أو مباشرة التليفون رح يتعرف على هذا التكست التي كتبته بتقدر تروح تعمل سيرتش مباشرة بتقدر تستخدم القلم عشان تقدر تعمل سبلت سكرين فهاي تطبيقات جدا جميلة وسريعة بتعطي هيك سهولة في الحياة رح نشوف هاي الأشياء إن شاء الله بالمعاينة ولكن يعني وجب التنويه عليها الآن وهاي بتعالج واحدة من أكبر المشاكل اللي بواجهها على يوتيوب باستخدامي بالتليفون إنه لما عمله منيمايز بروح الصوت نهائيا حتى لو بدأسمع بس صوت وشغلة ثانية إذا حطيته سبلت فيو يعني قسمت الشاشة رح يكون صغير جدا ما بقدر أعمل إشي هيك مفيد فبإمكاني خلاص أكتب ملاحظات وأنا بحضر بنفس الوقت في شوية أشياء لطيفة رح نشوفها بالمعاينة زي خاصية إنه كيف الكاميرا ممكن تتعرف عليك وتتبعك وتركز عليك وأخيرا وليس آخرا الإشي اللي رح نركز عليه كتير بالمعاينة اللي هي تجربة الألعاب بتليفون زي هيك يعني PUBG Mobile عن جد تعطيك تجربة تابلت وليس تليفون يعني ممكن حدي يحكي عنك تشيتر إنك أنت مستخدم التابلت بدل التليفون لأنه رح تكون تلعب صورة واضحة جدا زائد إنه عندك مساحة أكبر للكنترولز ما رح تغطي كتير على الشاشة وأنت أصابعك عليها المنتج اللي بعده اللي هو تليفون الزي فليب ثري أيضا هاتف قابل للطي ولكن بحجم أصغر بشكل ملحوظ بيجي بثلاث ألوان رمادي بيج وأسود أول ما مسكت هذا التليفون كان أول مرة بحياتي بمسكه أول انطباع كان إنه رفيع جدا وصغير جدا سواء هو مفروض ولا هو مسكر وهو مفروض بتحسه تليفون عادي بالعكس رفيع جدا يعني نفس الأشياء اللي بتشوفها بأي تليفون فقط الفصالة أو المفصل اللي بيجي بالنص هو الإشي الوحيد اللي بميزه من الجهة الخلفية زي إنه عليه كاميرتين من الجهة الخلفية بدل ثلاثة ولما يتسكر التليفون بيكون زي ما حكيت أيضا رفيع ومربع تربيعي يعني ما بتحسه إنه والله ما أخذ مساحة كتير بتحسه بوسع بأي جيبة مهما كانت حجمها كبير أو صغير أو حتى جزدان أو شنته ما استغربت لما عرفت إنه التليفون كان كتير منتشر بإصداره السابق بين البنات والشباب لأنه حتى الهنج أو الفصالة تبعته اللي عليها كلمة سامسونج جاي لطيف كتير وجاي هيكا يعني مكملة التصميم بدون ما اللغة تطلع عنه الآن مع إنه تجربة هذا التليفون شبيهة لتجربة الفولد ولكنها مختلفة شوي لأنه الشاشة لما تسكرها أو تطويها بزاوية 90 درجة بتصير مربعة أكثر ما هي مستطيلة أي نعم رح تستهلك محتوى بنسب أقل شوي حتى التليفون جاي ممطوط شوي جاي نسبته أطول من إنه تكون مستطيلة 16-9 زي التليفونات الثانية لأنه قياس الشاشة 6.7 إنش فول أتش دي بلس طبعاً تيجي ديناميك آمو ليد والشاشة الخارجية اللي بتيجي لما نطوي الجهاز قياسها 1.9 إنش كانت كتير أصغر بالإصدار السابق ولكن الآن صارت أكبر شوي صار إمكانك تعمل عليها أشياء كتير اللي أبسطها وأهمها صراحة أنه موضوع الوجت اللي بتقدر تكون أصلاً animated بتقدر تشوف عليها الساعة الكالندر تسمع موسيقى تشوف المسيجات إلى آخره وتقدر أيضاً حتى تصور من هاي الشاشة وتشوف الكاميرا زي كأنها سيلفي طبعاً تقدر تصور صورة أو فيديو عن طريق الكبسات الموجودة الجانبية وبتقدر تعمل زوم إن و آبت وطبعاً زي الفولد يمكننا نحضر بجزء من الشاشة والجزء الثاني يستخدمه عشان نتحكم بصورة أو فيديو أو حسب الأبليكيشن أو البرنامج المستخدم وطبعاً زي الزي فولد في كافرات أو أغطية للتليفون تقدر تشتريها بشكل منفصل بس جاي تصاميمها أفع شوي من الزي فولد وهذا التليفون ما بدعم الأسبب نروح للجالكسي ووتش فور والووتش فور كلاسيك اللي بيجي منها أكتر من تصميم أكتر من كستك أو حزام بيجي ربر مطاط أو جلد طبعاً تيجي بألوان مختلفة الأشياء المميزة بهاي الساعة أنه فيها المعالج لإكسونس W920 طبعاً بيجي 5 نانوميتر بيجي عليها 1.5 جيجا بايت رام و16 جيجا بايت ذاكرة أو تخزين داخلي وبجوز أكتر إشي مميز أنه هاي الساعة السوفتوير أو البرنامج اللي بيجي عليها هو الوير أو اس من جوجل ولكن بتعاون خاص مع سامسونج عشان يكون مخصوص مبني إلها الساعة بتيجي بقياسين الـ 44 مليمتر تيجي بطاريته 361 ميل أمب آور والـ 40 مليمتر بطاريته 247 ميل أمب آور كل الموديلات بتدعم الشحن السريع وأكيد أي سمارت ووتش أهم فيتشر أو خاصية فيها هي برامج الفتنس والحفاظ على الصحة لأنه هي سبب الرئيسي بيخلي معظم الناس تشتري هاي الساعة وآخر إشي نلقي نظرة سريعة على سماعات الجالكسي بودز تو اللي بيجي فيها أكثر من خاصية فيها ثلاث مايكروفونات اثنين خارجي وواحد داخلي ويجي فيها تو وي ووفر وتويتر زائد بتدعم بلوتوث 5.2 وبطاريتها 61 ميل أمب آور لنفس السماعة و 472 ميل أمب آور للشارجين كيس أو الصندوق اللي بيجي معها وهيك ما نكون خلصنا لا تنسوا تكونوا مشتركين بالقناة عشان تشوفوا معينة الجالكسي زي فولد 3 معينة أداء بالذات في الألعاب والبرامج المختلفة بالنهاية شكرا لكم على المتابعة إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو إذا عجبكم اعملوا لايك أو إعجاب لا تنسوا تشتركوا بالقناة فعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا أي فيديوهات جديدة مننا إذا عندكم أسئلة ملاحظات أو اقتراحات وطابة تعليقات ونشوفكم في فيديو القادم إن شاء الله تحية كبيرة جدا من ذلك ومني أنا مد سلام